الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الحلي للرئاسة دونالد ترامب في مهب ريح القضاء من جديد وفي رابع مطاردات الساحرات كما وصفها سابقا ترامب خلصت هيئة المحلفين في ناتلنتا إلى توجيه اتهمات إلى ترامب وثمانية عشر شخصية مقربة منه ومن بينهم كبير موظفي البيت الأبيض سابقا مارد ميدوز ورودولف جولياني لائحة الاتهام ضد ترامب هي الرابعة بحقه وتحتوي على واحدة وأربعين تهمة تتعلق بالابتزاز وارتكاب عدد من الجرائم سعيا للقلب بنتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 ومن ضمنها الإدلاء بتصريحات كاذبة وتقديم وثائق مزورة وانتحال صفة موظف عام والتزوير وأيضا الضغط على شهود وارتكاب سلسلة من الجرائم المعلوماتية وتقديم شهادات زور يركز التحقيق بشكل رئيسي على اتصال هاتفي أجره ترامب في يناير 2021 حينها مع كبير مسؤولي الانتخابات في جورجيا واقترح ترامب خلال الاتصال إمكانية إيجاد حوالي 12 ألف صوت لقلب النتيجة لصالحه واستندت المدعيات العامة في الولاية باني ويلس في توجيهه للاتهام إلى قانون المنظمات الفاسدة والممارسة للابتزاز والمعروفة اختصارا بقانون بيكو وهو مطبق في جورجيا وينص على عقوبات بالسجن من خمس سنوات إلى عشرين سنة ووافقت هيئة محلفين كبرى في أتلنتا على لائحة الاتهام بعد استماعها إلى إفادات الشهود ذلك في ختام تحقيق أجرته ويلس في القضية لمدة سنتين وأمهلت المدعية العامة ترامب والمتهمين حتى الخامس والعشرين من أغسطس للمثول طوعا أمام المحكمة في جورجيا أو مواجهة الاعتقال وقالت أنها تريد أن تتم المحاكمة في هذه القضية في غضون ستة أشهر Every individual charged in the indictment is charged with one count of violating Georgia's Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act through participation in a criminal enterprise in Fulton County, Georgia and elsewhere to accomplish the illegal goal of allowing Donald J. Trump to seize the presidential term of office beginning on January 20, 2021 The indictment alleges that rather than abide by Georgia's legal process for election challenges the defendants engaged in a criminal racketeering enterprise to overturn Georgia's presidential election result Subsequent to the indictment, as is the normal process in Georgia law the grand jury issued arrest warrants for those who are charged I am giving the defendants the opportunity to voluntarily surrender No later than noon on Friday, the 25th day of August, 2023 أما ترامب كما هو معهود نفى كل التهم الموجه إليه وهاجم المدعية العامة وقال إن 19 شخصا تم اتهامهم الليلة الماضية بمن فيهم الرئيس السابق للولايات المتحدة من قبل مدعية خارج عن السيطرة وفاسدة للغاية وإنها قامت بجمع الأموال تحت راية النيل من ترامب وعن الوثائق التي طرحت أمس وصوتت عليها هيئة المحلثين قال ترامب إنها أصوات مزورة وتساءل لماذا لم يواجه له هذه التهم منذ سنتين ونصف ولماذا اختاروا منتصف حملة الانتخابية ليقوموا بذلك ترجمة نانسي قنقر